مساكم الله بالخير مع أنه اليوم مو سبت لكن لأني مسافر السبت وما أدري متى أوصل ولا أدري شون ظروف النت وما بيتأخر عليكم وبفتك من الموضوع فأخلص منه الحين أكيد الكل ينتظر يوم السبت عشان موضوع أوكرانيا أو الغزو الروسي وأنا كنت أكدت لكم أسبوع الماضي والأسبوع اللي قبله وشوفوا كلامي الأسبوع الماضي العادة السياسية كل سبت لا تزال الأنظار تتجه نحو أوكرانيا والناس بتشوف في غزو روسي ما في غزو في حرب ما في حرب ولازلت أظن أن هناك غزو روسي للحين جزئي على قليم دونباس بس ولا يمتد أكثر ولا يغطي أوكرانيا كلها الله أعلم لكن لازلت أظن أن هناك خطوة روسية متى أيضا الله أعلم التوتر أظن أنه كان هذا تأكيد لكلام قلته الأسبوع اللي قبله وهذا جزء من اللي قلته الأسبوع اللي قبله في هذه اللحظة أطلع عليكم من أوكرانيا من كيف كنت بروح للخلايا الجدعية مع يقيني بأن الحرب ستقوم وأن روسيا ستحتل أوكرانيا فأجلت سفر اليوم الأربعاء لظرف يعني خارج إراتي والظاهر حتى للبيع ما يرايح عموماً أنا متأكد أو أميل إلى أن الحرب ستقوم لكن ما توقعت أنها ستقوم بهذه السرعة كنت أعتقد أن الروس لديهم معضلة في إيجاد مبرر شنو مبرر لاحتلال أوكرانيا الرغبة متأكدينها موجودة والإرادة أظن أنها موجودة والاحتلال سيأتي بالنسبة لي يعني لا محالة بس لازم يكون في مبرر لدى الروس لاحتلال أوكرانيا وقبل هذا كله كنت قبل شهرين أو أكثر التقيت بمسؤول أمريكي مكان عام بالكويت ودردشنا بالموضوع وقلت له رح يسويها بوتين ورح يدخل أوكرانيا ورح يحتل الجزء اللي يربطه بالقرم وهذا أظن شرحت لكم بعد قبل أسبوعين وقلت لكم أظن أن هذا اللي يحصل ولازلت أظن أن المرحلة المقبلة رح تصير مفاوضات أكيد بره أوكرانيا في منطقة محايدة ويقبل بوتين أن ينسحب من معظم أوكرانيا ما رح ينسحب منها كلها في أظن أجزاء يمكن ما ترجع مرة ثانية لأوكرانيا ورح يقبلون الأوكرانيين لأنهم شافوا أن الغرب ما وقف معاهم ولا سوى لهم شيء وغرر فيهم ليش كنت واثق ومتأكد أنه فيه احتلال أنا أقول لكم المسألة ببساطة شديدة متعلقة بحسابات دولية سنة 62 استيقظ الأمريكان بيوم فجأة ولقوا صواريخ أو اكتشفت طائرات الجسس الأمريكية أنه في صواريخ في كوبا منصوبة باتجاه أمريكا وكان بضعة كيلومترات يمكن أظن المسافة بين كوبا وأمريكا 80 كيلومتر والصواريخ هذه متوسطة المدى ويمكنها أن تحمل رؤوس نووية والصواريخ هذه طبعا روسية وكان توه حاكم توه صايرة الثورة الكوبية 59 أظن 62 مع الروس تفقوا وحطوا هذه الصواريخ ورصدت بعدين طبعا سفن روسية طالعة ومحملة برؤوس صاروخية وصواريخ أيضا ورائحة إلى كوبا أمريكا اعتبرت هذا الأمر تهديد لأمنها القومي لما تحط أنت صواريخ تابعة لتحاد سوفيتي قريبة لهذه الدرجة من ولايات أمريكية يعني تشنك حاطسة شين برقبتة فصار توتر عالي جدا وهذا كان في عهد كندي وصارت مفاوضات يعني وصلت مورحلة توتر لأقصاها وكان فيه كلام عن استخدام السلاح النووي وحرب نووية فتم خفض التوتر عبر مفاوضات ونتج عن مفاوضات هذه أن روسيا تسحب صواريخ من هالمكان وأمريكا تسحب صواريخ كانت لها في تركيا فبالتالي كل واحد يبتعد عن الثاني ومحد يقرب للآخر ويكون يعني في مرمى إسلحتها وصواريخها هذا الأمر نسوه ظاهر الأمريكان أو تناسوه الأمريكان وخلوا الزمن يعني يزحف أو يزحفهم وسووا حلف الناتو وتفقوا مع دول أوروبية أوروبا الغربية بعدين يزحفوا إلى أوروبا الشرقية وشوي شوي لين ادخلوا إلى حدود وصلوا إلى حدود روسيا وهذا طبعا ما تقبل روسيا وجود الناتو في أوكرانيا يعني قواعد عسكرية وصواريخ تصل إلى عمق روسيا وقواعد استخباراتية وأجهزة تجسسية وهذا كله يعني أنت دخلت إلى عمقي وهذا ما أقبل فيه أنا اللي هو روسيا وروسيا تحاول استعادة أمجاد طبعا الاتحاد السوفيتي كما هو معلوم مثل ما احنا شايفين وهذا اللي حصل اليوم هو بداية حرب باردة وليس بداية غزو لأوكرانيا هذه بداية حرب باردة يمكن تفعت وطيرتها لما أعلنت أمريكا أنها ستتفرغ لمواجهة المعسكر الشرقي اللي هو صين وروسيا وازدادت هذه الوطيرة لما ألقوا أوكرانيا بلعوم روسيا فبلعتها روسيا وهذه رسالة للأوكرانيين أنفسهم أظن راح ينسحب بوتين وراح يقول لهم مقابل طبعا تسمعون كلامي يطيعون أمية بالمية مثلكم مثل غيركم من الدول اللي حولكم وأظن أنه سيوجه أو سيستعرض عضلاته لدول أخرى اللي هي جورجيا ومالدوفا جورجيا ومالدوفا شنهم ودهم يروحون مع حلف الناتو وليح ما نضموا يعني ما حد يقدر دافع عنهم مثل ما حصل مع أوكرانيا فهو راح يفرض إرادته عليهم راح يهددهم أن أنتو إذا يعني صرتوا قريبين من الغرب أو فكرتوا بالانضمام لحلف الناتو راح يسير بيكم مثل ما حصل لأوكرانيا أظن أنه ما راح يستمر باحتلال أوكرانيا لأنه مو محتاج أوكرانيا وراح تكون عبع عليه وراح تطول المقاومة وتحصل مآسي ويمكن جوع وغير وعسكريا وأنا ماني خبير عسكري لكن هذه معلومة سهلة ومعروفة أن السيطرة على المكان أسهل من احتلاله تحتل المكان سهل لكن شون تسيطر عليه وتديره وتدير عمليات مدنية وتدير أمور يعني لوجستية وتمرير الغداء ويعني تواجه الشعب وكل واحد قاعد ببيته فكلهم بالنسبة لكعداء المهم شغلة طويلة عريضة أظن أن الروس في غنى عنها وما يبونها لكن هم دمروا البنية التحتية العسكرية حتى يشلوا خدرات أوكرانيا تماما أنت مو نفكر طويلة قدراتك العسكرية نحن مسحنا قدراتك العسكرية يعني تماما وتاريخ أوكرانيا يمكن مهم نذكره شوية لكن طويل يمكن أفرد له موضوع خاص أتكلم عن أوكرانيا ومشكلتها مع الاتحاد السوفيتي وليش مفصلت وليش استخلت عن السلاح النووي إلى أن صار سراع روسي أمريكي على أوكرانيا طبعا كان بقوة ناعمة انتهت سنة 2014 بالإطاحة بالرئيس الموالي لروسيا والأتيان برئيس آخر موالي للغرب والثورة اللي إطاحت فيه ثورة غربية والثوار من 2004 متدربين في أكاديمية تغيير إذا تذكرونها لما قلنا هي أنشئت في صربيا وهي طورت منهج اسمه منهج لا عنف يعني محاربة الأنظمة بدون عنف بالاحتجاجات أو أساليب أخرى بدون عنف العصيان المدني وغيرها فأول ما بدوا اختبروها في الثورة البرتغالية سنة 2004 في أوكرانيا فالمهم قصة طويلة نتكلم عنها إن شاء الله بعدين لكن شاهد من الكلام أن هذه خلاصة الموضوع قوتين عظميين روسيا ترى تملك حق البيتو ولديها سبع تالاف راس نووي جيشها يمكن يكون أي كلام لكن قادر على احتلال أوكرانيا بكل سهولة جيشها مثل ما شفنا كانت معداتها مهترئة وما عندهم إلا ناقلت طائرات وحدة ويعبوها لسوريا إذا تذكرون وأول وقفوها وخربت بالطريج وصلحوها أظن الإيطاليين أو اليونانيين نسيت والله وين خربت وكان لوقتها العالم المجتمع الدولي قاعد يضحك عليها ووقفتها عند سوريا ولما بدت الطائرات الروسية تنزل عليها طاح طيارة أو طيارتين بعدين ظاهر وخلوها تشميوم وتفشلوا واسحبوها وراحوا فيها مالفانة روسيا فقد تكون أسلحتها التقليدية غير مؤهلة لمواجهة مع مثلا دول من الطورة لكن تستطيع على الجمهوريات لحوالها كلها وهي تريد لبقاء على هذه الجمهوريات بقدرة أقل من قدرتها وبشكل أن ما يقدرون نقاومونها مثل ما قلنا هي قوة ترى أنها عظمة وهي قوة ليست بالسهلة طبعا عندها سبعة ألاف راس نووي وعندها حق البيتو وهي عضو دائم في مجلس الأمن يعني ما رح يقدرون نصدرون أي قرار أممي ولا أحد يقدر يواجهها أسلحتها النووية أكثر من الأمريكان نفسهم أكثر من أمريكا رقم واحد بالعالم من حيث العدد عدد الرؤوس النووية روسيا فبعدها أمريكا يعني مو دولة بسيطة وتستفرد عضلاتها وتستعيد مجدها كانت تحتل كل هذه الدول تحت مسمى التحاد السوفيتي فهي تعتبر أن من المزعج لها وجود ديمقراطية أمريكية ديمقراطية على النمط الأمريكي وثقافة ومفتاح مثل اللي حصل في أوكرانيا وتدريب ممكن هي لعبت شوية مع الأمريكان الأمريكان أسقطوا أطاحوا بالرئيس 2004 هيئت رئيس آخر رجعته لانتخابات مرة ثانية طيحوا مرة ثانية خلاص ما قدرت تسوي شيء حاولت الحين يعني ما يمديها يمكن حتى انتخابات يمكن تقدر يمكن ما تقدر يمكن التون صار عالي ضدها في أوكرانيا فتحولت إلى القوة الصلبة استخدمت القوة الصلبة القوة النعمة استخدمتها أمريكا وإيمنت وسيطرت على أوكرانيا وهذه استخدمت القوة الصلبة اللي شفنا أن الأمريكان ما كانوا مستعدين من البداية بأن يدافعوا عن أوكرانيا وهذه أيضا رسالة شجعت بوتين من البداية الأمريكان كانوا يعطون أسلحة لأوكرانيا بكثافة وبشكل كبير وكأن لسان حالهم يقول وهذا واقع فعلا وقالوا أننا ما رح نقاتل معاكم هذه الأسلحة وانتوا رحوا قاتلوا بأنفسكم وهذا بالفعل اللي حصل تركوها تواجه نفسها اليوم تكلم أو فجر اليوم تكلم الرئيس الأوكراني قال كلمت 27 إلى 47 زعيم أوروبي وقلت لهم مش رايكم ننضم للنيتو يقول ولا واحد رد عليه ولا واحد فكلهم شوفوا مصالحهم حتى أن بايدن أخر خطابه ثلاث مرات بانتظار أجماع أوروبي على إخراج روسيا من نظام السوفت بنك اللي هو نظام بنكي يربط بنوك العالم كله بنظام واحد للتحويلات المالية فكانت أقسع عقوبة ممكن يساوونها للروس هي إخراج روسيا من النظام السوفت هذا ورفضت ألمانيا ورفضت إيطاليا لأنه عنده مصالح مالية مع روسيا وقالوا أن اقتصادنا رح يتضرر بشكل كبير وهم طبعا نحسبوها أن هذه مصالح أمريكية نحن ما نعلاقة فيها وحرب بصراع بين أمريكا وبين روسيا ونحن مو لهذه الدرجة يعني بنوقف مع أمريكا ما علي أمريكا ما يمنع القرار بأوروبا لكن مو لهذه الدرجة نحن بنوقف معها بشكل ضر مصالحنا خلهم يعابلون منفسهم وكذلك القرار للطاقة أمريكا نفسها ما تقدر تتخذ قرار لوقف عمدادات روسيا لأوروبا بالغاز لأن هذا رح يرفع الطاقة بشكل جنوني وأصلا بايدن قاعد يعاني من ارتفاع أسعار النفط وأسعار النفط قفزت قفزة هائلة على معده يومين ما نزلت إلا لما أعلنت أمريكا أنها ستستثني روسيا من عقوبات المتعلقة بالطاقة فبالتالي العقوبات ما رح تكون مجدية على روسيا وقاعدين يذكرون أصلا من العقوبات موجهة لبوتين ورجالها أعضاء الكريملين نواب الرئيس وزير خارجية الأمور هذه يعني قاعدين يذكرون أشخاص ولم يذكروا دولة يعني لحين العقوبات ما شملت دولة أي شيء خارج من هالدولة أو أي شيء متعلق بهالدولة لحين كلها يعني خوفا من الإضرار باقتصادهم وقالت روسيا عندنا إجراءات ستوجع الغرب في حال فكروا أنهم يعني إذروا اقتصادنا روسيا بتكرت نظام بنكي يعني يوازي نظام سوفت بنك وبدت فيه من 2014 لما بدت العقوبات عليها وأظن هذه راح نتكلم إحنا ليه 2018 لين وصل زلنسكي هذا الرئيس الحالي الرئيس الأوكراني لازم نتكلم إن شاء الله في موضوع مستقل عن الصراع هذا وشنو علاقة أوكرانيا من صغوط تحت سوفيتي إلى الوقت هذا بشكل مختصر وسريع لكن عشان نفهم ش اللي حاصل ولما قال رئيس الروسي أن الغرب تركونا صفر خيارات ما تركونا خيارات كلامه كان صحيح يعني ما كان فيه أي خيار الأمريكان ما رح يستغنون عن الديمقراطية اللي وصلوها أو مستوى الديمقراطية اللي وصلوه في أوكرانيا لما أتكلم على هالأمر أنا ما أتكلم حبا أو كرها أنا أتكلم أن الديمقراطية تمثل أمريكا أي جهة أو دولة فيها نظام ديمقراطي فهي بالتالي تتبع وتنتمي لأمريكا أي دولة فيها نظام خنقول يعني يميل الاشتراكية يميل القمعية مثل ما أنتوا شايفين دائما يكون قريب من روسيا فروسيا ما تبي هذا الحس على حدودها اللي هو الديمقراطية الأمريكية والهيمنة الأمريكية وماذا ما شفنا شون أمريكا تصرفت بالقرار فما تبي هذا الأمر فالمفاوضات ما رح تفضي إلى شيء الأمريكا ما رح تخلم عن ديمقراطية وروسيا ما رح تقبل بالديمقراطية ولا تقبل بانضمام حلف الناتو انضمامهم الأوكرانيين لحلف الناتو فهذا اللي خلاني متأكد أن هذا الصدام آتي إلى محالة وما في حل إلا القوة الصلبة اللي هي استخدام الجيش ضد أوكرانيا لإنهاء هذه الحالة خلاص هم 60 وصالة العظم بالنسبة للروس وما في شيء ممكن يردعهم شافوا الروس أن إيران لعبت بالمنطقة أمريكا ما قدرت تسوي شيء أو ما اتخذت يعني رد فعل حازم الحوثيين لعبوا لعب الأمريكان العصبوا وزعلوا ومارضوا ما اتخذوا أي رد فعل حازم كوريا الشمالية كذلك تجارب النووية ما اتخذوا أي رد فعل رادع خلنا نقول كذلك دخول روسيا إلى سوريا أيضا لم تتخذ أي خطوة فما في أي شيء يخلي الروس يعني يخافون أن أمريكا ممكن تردعهم وممكن تضرهم يعني بشكل صلب وتكسرهم فليش ما ندخل ما عندنا أي خيار آخر فعلا ما تركوا لخيار أنا ما أثني على كلامه لكن بالنسبة له هو خياراته أن هذا تهديد لأمني وهما بالنسبة لهم أن هذا تمدد ورح نوصل لحدود روسيا وهما أصلا يبون داخل روسيا يبون نشر ديمقراطية داخل روسيا والثقافة الأمريكية مما يعني إسقاط الثقافات الأخرى المهم أن القوى النعمة تكلمت عنها كثيرا ويمكن راح أتكلم عنها بيوم الأيام بشكل تفصيلي لمتابعين اللي ما تابعوني فترات قبل شمس سنة كنت تتكلم بكثرة عن القوى النعمة يمكن تتكلم عنها بعدين لكن هذا باختصار اللي خلاني متأكد أنه ما في خيارات ولا زلت أظن أنه أميل إلى أنه راح تصير مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وأوكرانيا ما عندها خيار آخر إلا أنها تقبل بكل شروط روسيا ورح تنسحب روسيا مع بقاءها في يعني مع بقاء الجمهوريتين المفصاليتين وأنا لما تكلمت قلت أن روسيا ما رح توقف ورح تستمر بخطوات اللي تابعوني بتوتر أول بول علقانة وقلت روسيا ما رح توقف لما اعترفت وأعلنت دخولها لأقليم دونباس قلت ما رح توقف لأن أقليم دونباس محتل المفصالين يأخذون نصة بس النص الآخر كان تحت سيطرة أوكرانيا وهو من أقليم دونباس فإذا أعلن استقلاله وسوت تفاقية دفاع مع روسيا سوت تفاقية دفاع مع الجمهوريتين فهو ملزم نفسه بأنه رح يدافع عنهم وإذا بدافع عنهم يعني رح يكمل تحرير أراضيهم وهذا اللي خلاني أقول أنه في خطوات آتية أكثر من الخطوة طبعا وهذا بالفعل اللي حصل وهذا توفيق من الله طبعا في هذه الخريطة اللي حطيتها لكم بيّن الأقليم اللي تحت سيطرة المتمردين وبقية الأقليم اللي اعترف في بوتين اللي لا يزال تحت سيطرة أو كان تحت سيطرة أوكرانيا فهذا مثل ما قلت لكم كان توفيق من الله وشككوا ناس كثيرين وأكدت في وقت التشكيك وأمريكا استخدمت شيء صراحة ما كنت متأكد منه ما كنت متأكد من صحته تدرون في وقت الصراعات والصدامات والحروب والمواجهات وفي مواجهة كانت ولا زالت وستظل بين أمريكا والروس فاستخدمت لهجة أول مرة تطلعك شفت معلومات دقيقة ما توقعت أن هذه المعلومات كانت فعلا صحيحة وكانت استراتيجية أمريكية أول مرة تستخدم أمريكا بيّنت من خلالها أنها متعمقة داخل العمق الروسي وكاشف خطط روسيا وأعلنت حتى وقت الدخول وذريعة روسيا للدخول وعدد الجيش المحتشدين وأعلنت كل التفاصيل كان يطلع بايدن نفسه ويقول التفاصيل هذه وكانت هذه استراتيجية أمريكية لمحاولة ردع الروس وإحباط عنصر المفاجأة لكن ما أنجحت إذا كانت النيا موجودة بيلقى مفاجأة أخرى ومثل ما قلت لكم أنا كنت متأكد من الغزو لكن ما توقعت أن بهالسرعة راح يتم والحشد ترى كان يحشد أظن صار لشهرين أو ثلاث شهور يحشد ولما استعد للغزو وسووا مناورات يعني كان مرتاح على الآخر والمناورات هذه اختبر فيها وقلت أنا بتغريدة راح يختبر الأمريكان وإذا ما لقى ردة فعل راح يقدم على خطوطه اختبرهم سووا المناورات مالتا وفي جهة أوكرانيا وحتى في بيلاروسيا بيلاروسيا بالمناسبة تاب علىه هو يبي المناطق اللي كلها تكون مثل بيلاروسيا أو غيرها تاب علىه وتحت ويخضعها بعدين داخليا كيفكم شنو تابون يعني يكون فكركم كيفكم المهم هذه هي أسباب الغزو الروسي وهذه توقعاتي لكيفية انتهاء المشهد أو انتهاء هذه الأحداث بناء على مثل ما قلت لكم القراءات وبناء على رؤية الصورة بشكل كبير دائما أنا أقول أنت طالع البيك بيكتر طالع الصورة الكبيرة لا تدخل بالتفاصيل تكون لك كثير من الأمور راضحة صراع روسي أمريكي واضح كانت ساحته أوكرانيا وانتهى بخنق روسيا وعدم ترك خيار لها وتم التغرير بأوكرانيا وفي نقطة مهمة قبل ما أختم الروس شون تخلوا عن أوكرانيا أتمنى تكون هذه الحادثة عضة وعبرة لكل من غرر به ضد وطنه غرروا في أطراف خارجية ضد وطنه ترى راح يتركونوا كل تفتون لمصالحهم وإذا تورطت وطحت ولا راح يسألون فيك تركوا دولة كاملة مع رئيسها مع شعبها مو عيزانين عنك فالمفروض الواحد ما لا وطنه الله يحفظ أوطاننا وأشكركم على المتابعة